عندنا كمان وإحنا بنتكلم عن بطولة أفريقيا جدل كتير على السوشيال ميديا تحديدا من جماهير عندها حزن الفكرة أن فريقها خسر البطولة فبالتالي بتحاول تخرج من المباراة أو زي ما أطلق عليها مباراة القرن بأي انتصار والانتصار بالنسبة لهم كان هدف شيكابالا هدف شيكابالا دخل تصويت على موقع الكاف الهدف الأفضل بينه وبين هدف طبعا مجد أفشا ومن وجهة نظرنا اللي احنا على أنه هنا بلكدها فرس كتير أن هدف مجد أفشا سيظل في التاريخ ولن يفوقوا أهداف أخرى إلى أن يأتي حدث بنفس القيمة بنفس القدرة بنفس التوقيت بنفس التسجيل اللي عمل بيه أفشا لهدف المبدع ده فتم الاختيار طبعا لهدف مجد أفشا فده أثار حفيزة الكابتن خالد الغندور نطلع نشوف قال إيه ونرجع نعلم معلوماتي أن أفشا هو اللي فاز بأفضل هدف قولا واحدا لو احنا بنتكلم على قيمة الهدف فقيمة هدف أفشا في الديئة 85 اللي من خلاله الأهلي بيفوز ببطولة أفريقيا على حساب الزمالك هو الهدف الذي قيمة أكبر يعني هدف ذو قيمة هدف مهم هدف جاب بطولة لكن لو احنا بنتكلم بمنتهى الصراحة في قرة القدم الأجمل والأحلى هو هدف شيكابالا بلا أي يعني جدال لا بلا بقى أي تصويت بلا أي حاجة هو هدف شيكابالا لكن الهدف الأهم والذو قيمة كبيرة جدا بلا أي تصويت هو هدف مجدي أفشا اعتراف صريح غير طبيعي من الكابتن خالد الغندور أكبروا عليه تصويت جماهير القرى المصرية في الكاب وقال إن هدف شيكابالا بلا أي قيمة وهدف أفشا هو الهدف القيمة لكن أنا حابب يا كابتن خالد أخذك كمان للسكة اللي أنت روحتها إن لو بنشوف الهدف الأجمل هو هدف شيكابالا فالحقيقة لو أنت عايز تشوف الهدف الأجمل في دورة أبطال أفريقيا 2020 فهو بالتأكيد محجوز في مكان خاص كده باسم حسين الشحات في مرمى الوداد أعتقد بلا منازع لكن لو على القيمة أعتقد حتى كمان هدف حسين الشحات كان له قيمة لأن النادي الأهلي صعد للمبرارة النهاية بس إحنا سعداء بالتصريح ده يا كابتن خالد لأن بالفعل حاجة زو قيمة ده التصويت زي ما حرارتكم شايفين طبعا أفشا 52.5% مقابل 47.5% وأعتقد جماهير السوشيال ميديا فرس عقدة العزم على أن كله كان بيحارب في فكرة التصويت ده جزء مهم جدا أنت المنافس بالنسبة لك خسر كل شيء في نهاية البطولة ما حاجة عنده هدف بيحتفل به أو بيرى أنه هو هدف إعجازي ولكن زي ما قلنا بنطفق مع وصف كابتن خالد الغندون أن الهدف ملوش أي تأثير في النهاية ولكن الجمهور أصر يا أسامة أنه يخلي كمان هدف أفشا مخلد فيما يخص تصويت الكاف لأن أنت ما ينفعش أبدا في ثقافة جمهور النادي الأهلي أنك تسيب لقمة لغيرك ده ما بيحصلش حتى حاجة على فكرة صعبة جدا في التصويت ده أنك تكسب مش عدديا خلق الدوافع النفسية أنت كسبان البطولة ويرايح كاس علام للأندية وقفش القضية وكل الكلام ده فأنت بتعتقد أن المنافس بالنسبة له هو مركز في ده وأنت خلاص خدت كل حاجة ومع ذلك جمهور النادي الأهلي ما بيسبش لقمة لغيره ما بيسبش حاجة لغيره لأن دي فلسفته وثقافته